اشتركوا في القناة اذا المقصد في ديننا هو الرحمة واما سلوك رسول الله فحدث ولا حرج بدءا من اذهبوا فانتموا الطلقاء اللي كانوا عاملين العمائل يعني باصحاب النبي ونبي يقول عن نفسي ما اوذي نبي مثل ما اوذيت منهم رغم ذلك اذهبوا فانتموا الطلقاء مرورا بان حتى الذي قتل حمزة بمجرد ما ان اعتذر تركه النبي هذا يعني ان الاصل مبني على العفو هي هي القاعدة الذهبية بالاسلام العفو عند المقدرة طيب كيف فينا نضبط كل هذا السياق بضابط واحد هذا السياق يضبط بالرحمة والالتفات الى التدبير في ادارة شؤون الرحمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة